موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان نسلط الضوء فيها اليوم على تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أزمة جوع تواجه العالم المنظمة الدولية حذرت من أزمة جوع تواجه العالم اليوم وكذا من آثارها على الصحة البدنية والعقلية مؤكدة على ضرورة تضافر جهود الحكومات والوكالة الدولية والقطع الخاص من أجل مواجهة هذه التحديات تبعا لهذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو رئيس مؤسسة مغرب الجهات الأستاذ سعيد الخمسي أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا إذن أزمة الغذاء التحذير تلو الآخر آخر هذه التحذيرات صادر عن منظمة الصحة العالمية حقيقة وفي الواقع ما مدى خطورة هذا الوضع هل يدخل هذه التحذيرات تدخل في إطار الهلع ربما التهويل أم هي تحذيرات حقيقية بداية تحية طيبة للمشاهدات ومشاهدين أعتقد أن السؤال فيه جوابين أعتقد شوية من هذا وشوية من ذاك كما يقولون أعتقد أن أولا منظمة الصحة العالمية ليست منظمة تقنية فقط هذه منظمة تحمل خلفية سياسية بغناء أوكر هنا يعني عشنا تجربة ديالكورونا وعشنا لأول مرة المواطنين في العالم تابعوا شد الحبل بين هذه المنظمة من جمعة من الدول من خلال تقارير من خلال المؤشرات من خلال لأن هذه المؤشرات التي تدرها منظمة الصحة العالمية لها تأتيرات سياحية لها تأتيرات سياسية لها تأتيرات جيوسياسية بالتالي هذه التقارير لا تأخذ على أنها نصوص مقدسة هذا أمر مجرد ليس فقط في موضوع دياليوم في كل المواضع الأمر الثاني هو أكيد أن العالم يعيش تحولا كبيرا وأحيانا أنت يجيب لك الله بحالة أن يعيشوا في القرن 17 و 18 عندما كان الحديث عن المجاعة ونس يموتوا بالجوع ومتي يموتوا بالماء ونحن نتكلم على وحدة كورة أرضية لتطورات ووصلنا إلى المستوى من تكنولوجيا من الرخاء من الطيب من إنتاج الغداء البديل ولكن فجأة يعني عشنا تجربة كورونا ثم الآن نعيش حديثا عالميا على أن هناك مجاعة تهدد ولكن فقط الإشارة الإفريقية هذا يتير السؤال إذن جزء من تحذيرات دي المنظمة الساحة العالمية يحملوا طبعا تقنيين وجوز أكيد يحملوا طبعا سياسين لكن في كلتا الحالتين يجب التعاطي مع هذه المؤشرات بجد وهذا ما فيه لا القضية دي العلاج إفريقية أعتقد بأن الآن يعني البلاغ الأخير دي المنظمة الساحة العالمية يشير إلى منطقة القرن الإفريقي بالضبط من جنوب إيتيوبيا السومال إلى شمال كينيا يعني هذه المنطقة يعني تذكر تقريبا ما بين 6-8 مليون ديال الناس ويتحدث على 20 مليون مهدد الآن الوضع العالمي الوضع العالمي أكيد ليس بخير يعني ليس هناك محلل بعقله غير يقول بأن الآن العالم ولم يكن يوما الوضع العالمي بخير يعني دائما يرتد برد هذه المنطقات تشعر الآن المستجد لعدنا نعم نريد أن نفصل ما هي أسباب التي تدعو إلى كل هذا الربط الذي ترى الآن ما بالمجاعة وبعض الأحداث العالمية على رأسها الحرب الأزمة الأوكرانية هو أن روسيا وأوكرانيا ينتجون تولوت يصدرون تولوت ما يستهلكه العالم من القمح 30% مما يستهلك من القمح في العالم مصدره أوكرانيا وروسيا نتكلم على تولوت وبالنسبة للمادة أساسية الثانية اللي هي الزيت لعبات الشمس اللي هو المادة الأساسية لإنتاج الزيت 70% إذن نحن أمام معطا مادي تخلعه شيء أين أساسيين؟ عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية كان الكل يعتقد بأنها حرب ربما ديالشهار 15 اليوم وتدخل القوى العالمية الآن نحن نتحدث على أفق غير معروف بل هناك يعني من المتشائمين من يقول أن هذه الحرب ستتمدد يعني بعيدا أكثر من المتوقع وربما سنوات هناك من يذهب إلى أن هذه حرب غير تقليدية لها أجندات غير الأجندة الروسية الأوكرانية بمعنى هناك إعادة ترتيب العالم وهذه إعادة ترتيب العالم تقتضي أننا نركز على بعض المناطق يعني عكس بعض المناطق الآن السؤال التي تجيني عنها بديهي هو لماذا التركيز على إفريقيا ونحن قبل سنتين ثلاث سنوات كنا نقول أن إفريقيا هي مستقبل العالم وإفريقيا هي منقذة العالم لنبقى في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية لكن دائما من جانب هذه الأزمة أزمة الغذاء اليوم نلاحظ بأن كل طرف يلقي اللوم على الطرف الآخر الغرب يلقي اللوم على روسيا وروسيا تلقي اللوم على الغرب ما لي المسؤول عن هذه الأزمة اليوم؟ أعتقد أن المسؤول هو نظام عالمي وعد الناس بجنة الأرض ففشل أعتقد وهذا يمكن يختلفوا معي بزاف الناس أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية أو ما شيء الروسية الأوكرانية أنها الحرب الروسية مع منظومة سياسية معينة هي أعلى يعني مسبوقة بشيئين أساسيين ما ننسوش أن هذه الحرب سبقها الوباء كوفيد وما يقول لي مهم في كوفيد هو كيف تصرف العقل السياسي العالمي سقطت أطروحات العولمة يعني عندما كانت يخرج ترومب ويقول نحن أولى باللوقاح نحن أولى بالكمامات بمعنى أننا طاحت النظرية للعولمة والعالم المفتوح ورجعنا للدولة الوطنية للقرن تعطاش أنا يعني أنا والعالم كامل كان يفكر كذلك ورجعت للمنظومة العالمية في النقاش الحماية السيادة الغدائية وشفنا أنه في المغرب كيف سحرك بشكل قوي وكان يعني حضور فعلي لجلالة الملك يعني على القضية السيادة الغدائية والسيادة الدوائية بمعنى أن هذا شنوتي يعني في العلاقات الدولية يعني أنه واحد منظومة للتبنات ووعدنا بها العالم بأنها غتنشر رخها وكذا ربت بمعنى أن الآن أنا أقول بأن الحرب الروسية الأوكرانية ربما هي حرب دير إسقاط واحد الاختيار سياسي عالمي اللي يسميته العولة ما بنتسأله بأننا قدر نرجعوا ربما قدر نرجعوا لمفاهيم القديمة دير كل واحد يعني يبحث والزرع يعني الحبوب باش يفهمونا المغربة الغداء هو في تتبان هذا التحدي لأن العالم كامل أنا عشي تكلم على الحماية الغدائية نعم تقول لك بأننا نريد ندير السيادة نريد نعود ننتاج نعود نحيي الزراعات اللي كنا نعتبرها لم نعود في حاجة إليها وكنا هيرا هذه واحد عشر سلاوات شونا تنقشو تنقل بأن اختيارات دينا مثلا في القطاع الفلاحي تكون اختيارات استراتيجية لتجيبنا العملة الصعبة لدخلنا الأسواق العالمية نعم الآن ولينا تنتكلم لغة أخرى بغي الخبز نعم هذه الكفاية من الغذاء أزمة الغذاء كيف يمكن أن تؤثر اليوم على الدول العربية قبل ذلك اسمح لي أن نعود إلى هذه النقطة التي أشرت إليها وقلت لماذا إفريقيا والتركيز اليوم على القارة الإفريقية منظمة الصحة العالمية قالت بأن أكثر من ثمانين مليون شخص في المنطقة يعانون من عدام الأمن الغذائي هذا الرقم طبعا رقم مرحويل يعني ما كبير جدا كيف يمكن أن تصف لنا خطورة أعتقد ما سوف يحدث في المستقبل بالأرقم طبعا أنا من الناس لكل حديث حول إفريقيا أخذهم أخذ الشك لأن الآن كنا نتحدث على إفريقيا التي تنطلق إفريقيا اللي عندها مؤشرة دي التنمية عالية فجأة عدنا إلى وهذا ذكرته قبل قليل عدنا إلى لغة أخرى أن هذه إفريقيا البئيسة التي تحتاجنا لأنها مشكلة أعتقد أن هناك شق سياسي كبير الآن يعني مقابل هذه الأرقام التي تنتكلم عنها 80 مليون مهدد و20 مليون مهددين بشكل قريب جدا يعني نتحدث على شهور أو أسابيع قليلة نتحدث في جهة أخرى على أن الإمكانيات الآن في الحياة الإفريقية هي الأعلى في العالم أنها استنزفت الأراضي في معظم بقاء العالم وأن إفريقيا هي التي قد تستطيع أنها تنتج الغداء العالم بالتالي هناك شق سياسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا النقاش هذه الأرقام يعني مع كل يعني مع كل وأنا تخصوصي قبل العلم السياسية والرياضيات مع كل التحفظات العلمية هذه الأرقام يعني ليست مؤشرات لقراءة الوضع واحد تانيا أن إفريقيا الآن في مفترق الطرق الآن تلاحظوا وحتى حولات جيو سياسية حتى في إفريقيا صعود وحتى تيار دي الديمقراطية اللي اكتسح إفريقيا الآن أن إفريقيا بدأت نتكلم على المغرب على جنوب إفريقيا على نيجيريا على رواندا على إيتيوب على واحد مجموعة على ميسر على واحد مجموعة من التجارب دي الدولة الوطنية اللي بدأت تتحرر في القرار السياسي والقرار الاقتصادي دي لها بالتالي الآن يعني دي السبعينات عندما كان مخيال العام في العالم تصور إفريقيا واحد سيد عريان معنده ما يكون الفكرة واضحة طبعا نود أن نتحدث أيضا عن التداعيات والأثار البدنية والعقلية لهذه الأزمة اليوم تحيد بأن أكيد أن الآن ماشي غير غدا يعني غلاء المعيشة بوحد الشكل للمؤشرات يعني المؤشرات حتى أكثر المتشائمين ما كانش يقول بأن أن هذا التغيير المفاجئ في العالم في كل فات العيش سيكون بهذه الشكل الآن هذا عنده تابعات تابعات طبعا ستكون على الصحة للناس لأن ضعف جودة الأكل تيتبعوا جودة التفكير جودة التعليم واحد مواكل ما يقدرش يقرأ ما يقدرش ينتج ما يقدرش يفكر بالتالي رأيك التفكير لتنفكره كأفراد رأتها رأتها كمؤسسات أكيد أن الأزمة لكن الآن يعني بين يوبين كما تقولوا أين تظهر الأزمة أنا بعدها ما زال ما تبدل ولكنك شيء كنت تناكله ما زال تناكله أنت نفس شيء بمعنى أن أحيانا الأزمة توجد في وسائل الإعلام بشكل مضخم أكثر منه في الواقع الآن على مستوى الواقع هي تظهر في مناطق أخرى ببعنى هذا تدفعنا السؤال لكن هذه الأزمة ما غير نبقى بشكل نوع إحنا حتى تولي فيها أنا شخصي ساعد نقول لك عادنا آمن بأنك الأزمة الآن تظهر أزمة في العالم القراوي المجال القراوي بدأت تتبان في المناطق الهامشية بدأت تتبان بالتالي التعاطي ديال الحكومات يعني تتكلم على حالة الوطنية يجب أن يتغير بمعنى أن وفيه شقين نعم هنا بالضبط لدينا سؤال عفوا كيف يمكن إذا المواجهة هذا الوضع هناك خطة مطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي منظمة الفاو إلى جانب أيضا الوكالة الدولية للتنمية تقول بأن هذه الخطة وتفرض ما يسمى بتجميع الموارد ماذا نقصد بالضغط بهذه لما تتكلموا كلهم هذو فين تدخلوا الآن تتكلموا على تتكلموا على الآن على أن علينا أن نشتغل بشكل جماعي وهذا يتعارض مع اللغة التي قلنا قبل دي كل الدولة لأن الآن تنشوف مثلا الهند وماليزيا يعني تحضروا تصدر القمح والدواج ببعنا أن الاتفاق يدلقات دي 93 فوراك شربت ببعنا العالم الآن نسالخة من هذا جميع الموارد في هذا الأمس دعت مجموعة الدول السبع في بيانها الختام قالت طلبت المجموعة بعدم المبالغة في بناء مخزونات كبيرة من الغذاء للدول لماذا لذلك ربما من آثار الآثار المباشرة هي الاحتيكار بمعنى أن الآن ما معنى بناء المخازين بمعنى أن ندخل في منطق آخر في العالم منطق احتيكار لأن الآن من الذي يدفع لهيند وماليزيا وأوكرانيا وروسيا التصدير هو أنها عندها فائد في الإنتاج وهذا طبيعي هذا ما يعني الدرس الأول للجغرافيا وأنها تصدر غدا إن كانت هذه الدول لها آليات لتخزين منطق السوق غيرت بالدل الآن بالنسبة لنا وهذا تهمني بزاف هو البعد الوطني البعد الوطني فيه شيئين أساسيين سياسة عمومية للسيادة الغدائية ولكن سياسة عمومية لترشيد الاستهلاك رأى في العالم كامل الآن يعني بهذا الأزمة وبغيرها هناك حديث في العالم كامل على أن العالم يبدد في الاستهلاك خصوصا المواد الأساسية وبالأخص بعض الأرقام التي تدخل استهلاك الحبوب التي تتلاح في كل دول العالم مخيف جدا بالتالي أنماط الاستهلاك الآن فيها مشكل والعالم الآن لأنها تتقل الموارد يتبقى عندك حل واحد يعني ترشيد اللي عندك الآن الترشيد في العالم استهلاك مثلا في المغرب في المغرب استهلاك الخبز حجم اللي تضيع كبير جدا وهذا تطرح واحد سؤال كنا نتكلمه في جيوبوليتيك وفي سياسة الدولية والآن نتكلمه في التربية في الإرشاد في الإعلام وهذه مرتبطين في انتيبان وكتيبان هنا الآن لما تتمشي أنت تشوف الاستهلاك في المواد الأساسية كاملة هناك ما يسمى فوق المعدل أن ما نستهلكه أكثر مما نحتاجه ولكن باش ندوزو من هذه إلى هذه تيخ السياسة بمعنى أن هذا أمر يتطلب عمل مسؤول عنه حكومات الدول رئيس مؤسسة مغرب الجهات الأستاذ سعيد الخمس شكرا جزيلا لك ختم هذه الفقرة ومشاهدين نلتقي بعد فاصل قصير في نشاطين إخبارية المفاصلة ترجمة نانسي قنقر